ما تأخذنيش يا سازة أيمن فيه كده مش عايزة أقول جدل بس أقول حيرة بعد وفاة سادة فيروز لأنه قاعد يقوله طب هي أرمانية إزاي العزف الحمدية الشازلية يعني الناس كده ما كانتش فهمة لا ما فيش تفسيئة هو أنا يعني هي أرمانية وتجوزت والدي والدي مسلم ففضلوا مع بعض وخلفوني فبالتالي العزاق طبقا لأن أنا ديانتي مسلم فعملنا في الحمدية الشازلية وهي فضلت على ديانتها فضفنت في مقابر الأرمان وأنا يعني ما حسيتش عمري في البيت أن فيه أي فرق بالعكس كانت يعني الحقيقة العلاقة أيمة على الاحترام وعلى التفاهم وفعلا كانت علاقة قوية جدا يعني تكلمتوا في الموضوع ده قبل وفاتها يا سازة أيمن ولا كان فيه حرج ما تكلمتش ما تكلمتوش لأنه أنا خلي بالك أنا عايز أقولك الوفاة جت فجأة يعني إحنا هي كانت تعبانة بس كانت لغاية ليلة ما دخلت المستشفى كانت كويسة يعني ما كانش فيه حاجة دخلت المستشفى حصل تدهور سريع فجأة في خلال عشر تيام كان حصل تدهور ودخلت العناية المركزة ودخلت في كومة شوية أربع خمس أربع خمس تيام فجأت يعني مفاجأة حتى فما كانش يعني ما كانش وارد إنه ده ممكن إنه كننا نتكلم إلا ممكن